سرح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية محمد سعد الله بأن صوامع وبناكر الإسكندرية تسلمت 34 ألف طن من الأقماح المحلية منذ بدء موسم توريد القمحة وأكد أن المستهدف توريده من 120 إلى 130 ألف طن أقماحة خاصة وأن المحافظة تضم سبعة مواقع تخزينية مجهزة لتوريد الأقماح ما بين أربع صوامع وثلاثة بناكر بشعة إجمالية تبلغ 183 ألف ونصف الألف طن نحن هنا في صوامع أحد الصوامع التي تبع للحكومة نستقبل الأمحة بتاعنا فيه إقبال كبير جدا من المزارعين ومن المؤردين على توريد الأقماح خاصة بعد قرار معالي السيد الرئيس الجمهورية بصرف حافظ إضافي للمؤردين ده عمل تشجيع وخلى الناس بقت عندها قابلية أن هي تيجي تورد عندنا يمكن عندنا في اسكندرية إن شاء الله عندنا سبع مواقع تخزينية تم فتحهم فعلا بأن من ثلاث يوم العيد بتادينا الموسم بتاعنا السبع مواقع النهاردة إن شاء الله كده نقدر نقول إحنا وصلنا إلى 34 ألف طن وده كمية كبيرة جدا في أول عشرة أيام يعني الحمد لله الواحد كده متطمن